الله سبحانه وتعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وآله بما كان وما يكون وما هو كائن يعني ماذا حدث قبل زمان الرسول من بدء الخلق إلى ذلك اليوم الله علمه الرسول صلى الله عليه وآله ما يحدث في تلك اللحظة الله علمه ما سيحدث الله سبحانه وتعالى علمه هذا غلو في الرسول كلا لأن الغلو معناه أن تثبت منزلة الخالق للمخلوق هذا هو الغلو وأحيانا من مصادق الغلو أن تثبت فضيلة بدون دليل معتبر شرعي إذا احنا قلنا إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعلم رسوله هذه العلوم فهذا إثبات لقدرة الله هذا عين التوحيد الله سبحانه وتعالى قادر إثبات لقدرة الله زيان هل الله سبحانه وتعالى علم رسوله ذلك الروايات المعتبرة المتواترة تدل نعم حتى العامة أبناء العامة في كتبهم رووا ذلك إذا إحنا شنو نقول أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نقول إن الله علم رسوله ما كان وما يكون وما هو كائن والرسول علم أمير المؤمنين ومنه انتقلت هذه العلوم إلى الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نقول إن الله مباشرة بالواحي وبواسطة الرسول بالنسبة للأئمة عليهم الصلاة والسلام علم أشخاص معدودين هم الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة الاثني عشر علمهم ما كان وما يكون وما هو كائن لكن تجي إلى روايات غير الشيعة في كتاب البخاري يروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله صعد المنبر من بعد صلاة الصباح إلى وقت صلاة العشاء ولم ينزل من المنبر إلا في أوقات الصلوات وحدث أصحابه حدثهم بما كان وما يكون وما هو كائن إذا نقول إن الرسول أخبر مجموعة قليلة هم الأئمة عليهم الصلاة والسلام مباشرة لأمير المؤمنين وبواسطة أمير المؤمنين إلى الأئمة اللاحقين ومن كل إمام سابق إلى إمام لاحق هؤلاء يقولون إنه علمها هذه العلوم ما كان وما يكون وما هو كان للصحابة الذين كانوا في المسجد في ذلك اليوم هسه كم واحد كانوا عشرات مئات ما أدري فإذن هذا ليس من الغلو في شيء لأنك تثبت أمرا لله سبحانه وتعالى فيه القدرة وقد ثبت ذلك بالأدلة الصحيحة يعني مثلا أنت عندما تأتي وتقول إن عيسى عليه الصلاة والسلام بإذن الله كان يحيي الموت كان يبرئ الأكمه كان يبرئ الأكمه والأبرص وكان ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم وهكذا هل هذا غلو في عيسى؟ يعني إذا واحد يجعل المسلمين غلاط لماذا؟ لأنهم أثبتوا هذه الأمور لعيسى عليه السلام وعلى نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام نقول هذا الذي يثبته القرآن لعيسى يقول بإذن الله هذا عين التوحيد عيسى يحيي الموتى بإذن الله يعني الله قادر على أن يعطي هذه القدرة إلى عيسى عيسى عليه الصلاة والسلام يتمكن من أن يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله الله قادر على ذلك أن يعطي هذه القدرة لعيسى هذا إثبات لقدرة الله عز وجل ولا نقول إن عيسى من نفسه لا نقول إن عيسى أرفع من الدرجة التي أعطاها الله إياه سبحانه وتعالى النصارى غلوا في عيسى لماذا؟ لأنهم قالوا إنه ابن الله وبعض النصارى قالوا هو الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هؤلاء بعض النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وهذا آخرون من النصارى لماذا؟ لأنه رفعوا عيسى أكثر من المرتبة التي أعطاها الله إياه أو صلوه إلى درجة البنوة أو قالوا إنه هو الله وهذا غلو وتعالى الله عما يشركون لكن إثبات المعاجز لعيسى بالدليل القطعي ثبت وهو القرآن الكريم وكذلك المعاجز لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله أنت تقول إن رسول الله بذاته لا علم له ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير لأن الذي يعلم الغيب بالذات هو الرب سبحانه وتعالى أما تقول إن الله سبحانه وتعالى الرسول بذاته لا يعلم الله أفاض عليه العلم جميع علم ما كان وما يكون ما هو كائن لا إشكال في ذلك إن الرسول بذاته لا يعلم التشريعات الله علمه إن الرسول بذاته لم يكن موجودا لأن الموجود القديم الواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى الرسول بذاته لم يكن موجودا الله أوجده تثبت قدرة لله سبحانه وتعالى ولهذا ليس غلوا في الرسول صلى الله عليه وآله إذا ذكرت أن الله خلق الرسول من نور عظمته وأنه استفاه وأنه خلقه من طينة عليين خلق جسمه يعني من طينة عليين وخلق روحه من نور عظمته كما دلت عليه الأحاديث المعتبرى الصحيحة وأنه علمه الغيب وأنه عصمه هو الرسول بذاته لم يكن يعلم الغيب ذكرنا الآية ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير لكن الله علمه ذلك الغيب وعصمه من الزلل وبرأه من النقائص فلا غلو في ذلك بل هو عين التوحيد وإذا أثبت هذه المنزلة لأوصياء الرسول صلى الله عليه وآله لقيام الدليل القطعي على ذلك عندما الرسول يقول علي مع القرآن والقرآن مع لي وإنهما لن يفترقه هذا معنى عصمة علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لأنه إذا أخطأ فقد افترق عن القرآن لأن القرآن لا خطأ فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه زين فإذا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لم يفترق عن القرآن لم يفترق عن الحق فمعنى ذلك أنه معصوم فإذا أهل البيت لا يفترقون عن القرآن فمعنى ذلك عصمتهم عليهم الصلاة والسلام لأن الذي أخطأ في خطائه افترق عن القرآن الذي أذنب في ذنبه افترق عن القرآن ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر